طيب نرجع لمحوط الأسرة أنا متزوج زوجتي أيضا من الإعاقة البصرية وهذا أيضا قصة أخرى لزواجي زوجتي من الإعاقة البصرية وجدت رفض اجتماعي في تقبل هذا النوع من الزواج سنة كاملة طبعا أنا بديت خلنا نقول المواجهة الأولى مع الأسرة الوالد والوالدة بالرغم أنه عندهم أبناء من المكفوفين ولكن عندهم قناعة أن هذا النوع من الزواج صعب جدا أيضا صار على نطاق أوسع لما حبيت أدخل المزيد من الأهل عشان يبدون ينقلعون الوالد والوالدة وسعنا الدائرة أكثر جبنا رجال الدين جبنا مستشارين اجتماعيين أيضا صار الرف أعطيت للأهل فرصة أن يبحثون عن زوجة أخرى من غير ذوي الإعاقة وأنا في قرارة نفسي أعرف أنه ما راح يجدون بحكم الخبرة في الحياة وبحكم أن الأصدقاء اللي حوالي أن يعانون في أن يجدون من يتقبلهم من غير ذوي الإعاقة أكاد أن أجزم أن تقريبا 13 محاولة خطبة بدأوا فيها رحلة البحث عن زوجة ولكن لم يجدوا قلت الحمد لله يعني بدأت شوي الشمس تطلع أكثر فبدأت أدخل الأهل مرة أخرى بدأوا يقنعونهم الحمد لله تمت الموافقة وزوج زوجتي اللي أنا كنت مصر عليها وكنت حاب أرتبط فيها الحمد لله من خلال يعني زواجي الله رزقني بولدي راشد ولدي راشد حين عمره أربع سنوات لكن الحمد لله يتمتع بصحة تامة والأمور صارت طيبة الحمد لله